اشتركوا في القناة على التوالي تستمر مأساة السوريين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وتأثرت به مناطق شمال غرب سوريا بشكل كبير طبعا حتى هذه اللحظة اكثر من الفي قتيل تم انتشالهم وجرى احصاؤهم بشكل تام في جميع الحاء سوريا غالبية هؤلاء القتلهم في مناطق شمال غرب سوريا وهي المناطق التي هي خارج سيطرة النظام السوري كما تعلمون هناك ثورة في سوريا مستمرة منذ 12 عاما هناك في مناطق خارجة عن سيطرة النظام وهي في محافظة ادلب وليف حلب هذه المناطق هي المناطق الحدودية مع تركيا وهي التي تأثرت بالزلزال الذي وقع بشكل كبير في سوريا طبعا هذه المنطقة هي منطقة محاصرة من قبل النظام السوري وروسيا وايضا لا يوجد لديها حدود خارجية سوى مع تركيا وهذه الحدود أصبحت اليوم مغلقة بعد هذا الزلزال نتيجة تضرر الحدود السورية التركية بشكل كبير والولايات التركية القريبة من الحدود السورية هي ولايات أصبحت منكوبة تضررت كما تضررت المحافظات السورية حتى هذا اليوم طبعا حتى هذا اليوم اليوم 7-2-2023 لا تزال فرق الإنقاذ العاملة في مناطق شمال غرب سوريا والتي هي خارجة عن مناطق سيطرة النظام تعمل على انتشال الضحايا بعد مرور أكثر من 40 ساعة على وقوع الزلزال حتى هذه اللحظة وأنا أتكلم كلام موثوق لا تزال مئات العائلات تحت الإنقاذ بسبب بعدم توفر آليات ومعدات لوجستية للعمل على إزالة الركام المباني طبعا هذا الركام والأنقاذ تحتاج إلى مساعد دولية كبيرة طبعا كما شاهدنا تركيا وهي دولة عظمى ودولة عندها إمكانيات حتى اليوم تستنجد بالدول الأوروبية والدول الغربية لتقديم المساعدات لإجلاء العالقين تحت الركام ماذا رأيك بمنطقة هي بالأصل منطقة حرب سوريا منذ 12 عاما هي الحرب مستمرة فيها منطقة محاصرة لا تزال حتى هذه اللحظة انتشال الضحايا حتى هذه اللحظة طبعا أنا وأرسل لك الصوتيات أشعر بالهزات الارتدادية حتى هذه اللحظة سجل أكثر من 255 هزة ارتدادية هذه الهزات الارتدادية أدت إلى انهدام بعض المباني حتى اليوم بسبب تصدعها من الزلزال الأول هذه الهزات تحدث أضرار لاحقة في المباني المتصدعة والمباني التي تعرضت لخطر من الزلزال الأول بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي أعلنت عنها الدول المساعدات الإنسانية التي أعلنت عنها الدول تصل إلى دمشق إلى العاصمة السورية والتي هي لا تزال تخضع لسيطرة النظام السوري طبعا من المعلوم لجميع أبناء المنطقة والمطلعين على الشأن السوري أن هناك مناطق هي بالأصل خارجة عن سيطرة النظام السوري مناطق تدار بحكومة انتقالية للسوريين الذين رفضوا حكم النظام السوري بعد 12 عاما حرب فهذه المناطق اليوم هي الأكثر تضررا من هذا الزلزال طبعا لا تصلها المساعدات كونها مقطوعة الحدود بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري هذه المناطق هي محافظة إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي هذه المناطق تعرضت بشكل كبير للزلزال حتى هذه اللحظة سجل أكثر من 1200 قتيل ولا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض هذه المعلومة أريد أن أؤكد عليها لا يزال هناك مئات العائلات بأكملها تحت أنقاض المباني لا نستطيع الوصول إليها لا تستطيع فرق الانقاض الوصول إليها بسبب ضعفة الإمكانيات وأنعدامها المساعدات طبعا تصل إلى دمشق إلى النظام السوري الذي هو يسخرها فقط في ضمن مناطق سيطرته أو للضمن لتمويل جيشه وعسكره طبعا لا يصل شيء إلى الشمال السوري والحدود مغلقة تماما مع هذه المنطقة المنكوبة اليوم طبعا الحكومة المؤقتة المتواجدة في مناطق الشمال السوري أعلنت المنطقة منكوبة طلبت الدعم لكن حتى هذه اللحظة لم يصل أي مساعدات أبدا 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 ولم يصل أي فريق أجنبي ولا عربي إلى هذه المناطق للمساهمة في انتشال الضحايا والعالق عمليات الإنقاذ مستمرة منذ الساعة الرابعة فجرا من يوم أمس الاثنين حتى هذه اللحظة فرق الإنقاذ تعمل وكافة قدراتها لكن لا يوجد هناك إمكانية لا يوجد آليات ثقيلة ومعدات لوجستية تساعدهم على انتشال الضحايا والعالقين من تحت ركام المباني طبعا أنا أريد أن ننوه إلى أن المناطق الشمال السوري هي مناطق ذات كتافة سكانية عالية جدا 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 طبعا هذه المنطقة تبلغ مساحتها 7% من مساحة سوريا فقط ويتواجد فيها نحو 6 ملايين سوري أولاء السوريون غالبيتهم نازحين غالبيتهم مهجرين وغالبيتهم لاجئين هربوا من النظام السوري وروسيا من دمشق وحمص وحماء وريف إدلب وريف حلب والسويداء والحسكة وغيرها من المناطق هربوا وتجمعوا في هذه المنطقة للاحقهم الزلزال طبعا هذه المنطقة كتافة سكانية هائلة طبعا اليوم هناك ألاف العائلات مشردة طبعا أريد أن ننوه أن الزلزال ترافق مع أحوال جوية سيئة مع ثلوج وأمطار غزيرة وسقيع درجة الحرارة البارحة كانت تحت الصفر بخمس درجات عندما ضرب الزلزال سوريا تخيل أنت ألاف العائلات في الشوارع وبهذه الدرجة الحرارة ألاف العائلات خرجت من منازلها لا تملك تقوتة يومها لا تملك أغطية لا تملك ملابس دون أي شيء ختاما أريد أن نتوجه إلى جميع الأشقاء العرب بتوجيه المساعدات إلى مناطق الشمال السوري إلى عدم تسييس هذه المساعدات التي تقدم إلى اتباع الإنسانين ما حل إلى إجلائهم وتقديم اليد المعونة لأهالي هنا في هذه المناطق المنكوبة أنا أحدثك من قلب الحدث والمناظر والمشاهد قاسية جدا ألاف الأشخاص ينتظرون عائلاتهم تحت الإنقاذ ولا يوجد باليد حيلة أو سبيل لاستخراجهم ولإنقاذهم طبعا مضى على الزلزال أكثر من أربعين ساعة وحتى هذه اللحظة الأوضاع مأساوية جدا الأهالي في حيرة من أمرهم وحسبنا الله نعم الوكيل اشتركوا في القناة